تسعة أشهر مضت على زيارته السابقة إلى إيران لكن وزير الخارجية سوري ورد المعلم الذي حط الرحلة مجدداً في طهران يعود هذه المرة في ظل حراك ديبلوماسي تحتضنه أكثر من عاصمة لبث الحياة في مسار التسوية السورية فإلى طهران سبق المبعوث الروسي الخاص بالشرق الأوسط ميخايل بوكدانوفا المعلم في ظل تأكيد وسائل الإعلام الإيرانية على عقد لقاء روسي سوري إيراني خلال الزيارة بهدف البحث عن حل للأزمة السورية وحل الأزمة هذه كان مدار بحث قبل ساعة قليلة في عاصمة أخرى هي الدوحة هنا اجتمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والسعودية الأقطاب الثلاثة الكبرى المعنية بالأزمة بينما كانت الأنباء عن مبادرات سياسية جديدة للحل تطفو على السطح فقد تحدثت مواقع بارزة عدة تابعة للمعارضة السورية عن مبادرة روسية جديدة وصفت بالوسطية على اعتبارها تقرن الأولويات الأمريكية بتلك الروسية وتنبثق عن اتفاق جونيف واحد وتقوم المبادرة بحسب مواقع المعارضة على تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل بحيث تشمل أطيافا عدة من المعارضة السياسية والمسلحة فضلا عن النظام على أن تمنح صلاحيات تنفيذية واسعة أيضا بعد تنازل الرئيس السوري بشار الأسد عن جزء من صلاحياته لصالحها مع بقائه في السلطة خلال المرحلة الانتقالية دون أن يحق له خوض الانتخابات الرئاسية اللاحقة وتتحدث المواقع عن توافق مبدئي تحظى به هذه المبادرة من الأقطاب الدولية ملمحة إلى إمكانية أن تبدأ عجلة التسوية بالدوران خلال اجتماع تستضيفه موسكو في أيلول سبتمبر القادم فهل تهدف زيارة بوغدانوف إلى طهران لإقناع الإيرانيين بدعم المبادرة؟ ربما ولكن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان كشف في مقابلة مع قناة العالم عن إدخال طهران تعديلات جديدة في مبادرتها لحل الأزمة في سوريا لتتلأم كما قال مع التطورات الراهنة تطورات حددها عبداللهيان بتغير أولويات الدول الداعمة للمعارضة نحو قتال تنظيم داعش دون أن يخوض في تفاصيل التعديلات ترجمة نانسي قنقر